كما سمعت أنه رحين نحكي عن موضوع السماء والجحيم أو جهنم طبعا كلمة السماء الكل بحبها كل الناس وكلمة جهنم منقول إن شاء الله الله بيبعدها عن كل الناس لكن ما هو الطريق وما هي الوسيلة قبل ما نعرف الطريق والوسيلة كويس لو عرفنا إن السماء سماوات للرب مضمور 115 بيقول السماوات سماوات للرب أما الأرض فأعطاها لبني آدم لكن عجيبة جدا إن الله الذي يسكن السماء مستعد بل ومرحب بل وجهز خلاصا عظيما لكي يقبل الإنسان عنده في السماء ذات مكان سكن الله لكن حاجة ثاني جهنم اللي بنقول بعيد الشر عن كل واحد كل المستمعين أقول إن الله لم يخلق جهنم للإنسان أيضا في متى 25 في دينونة الأحياء الواردة هناك في أصحح 25 من إنجل متى يقول للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته فالله لم يخلق ولم يعد جهنم للإنسان لكن بكل أسف الإنسان الذي يرفض طريق الرب والذي يختار طريق الشيطان عليه أن لا يستغرب إذا وجد في النهاية نفسه مع الذي اتبعه في حياته هنا على الأرض